اشتركوا في القناة 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 قد يقع فيها رجل العلم من ضمنها العوامل الانفعالية والوجدانية الحالة الانفعالية الحالة الوجدانية منها كمان انتقاء المعلومات والاستنتاجات منها كمان تقبل البيانات والمعلومات دون نقل نشوف مع بعض مهارتنا مهارة معوق معوق من المعوقات دي وندرب عليه مثال ونسهل المسألة على طلابنا زي ما قلنا المثال مهم جدا جدا والترمي التاني تقريبا كتابنا لفهوش امثلا فخلينا نقرب المسألة مع بعض ايه الاخطاء المنطقية قلي اوقات كتير جدا التصرع في الوصول الى نتائج من مقدمات غير كافية وبالتالي هتبقى النتائج اللي انت هتوصل لها نتائج خطأ بعض العلماء يتصرع في ايه اصدار الاحكام يعتمد على مقدمات غير كافية ملمش بالموضوع المهم كامل درس ظاهرة من جانب واحد لكن ما درسهاش من كل الجوانب زي بعض الاوقات نيجي ندرس مثلا ظاهرة مثلا التصرب من المدارس فتلاقي نركز بس على فكرة المدرسة فقط لغير اقول لك ده خطأ انت كده على فكرة اتصرعت لما ارجعت ان ظاهرة التصرب من المدارس راجع المدرسة فقط لغير لا لابد من حساب عامل كتير جدا فهنا رجل العلم يبقى تصرع في اصدار الحكم وقع في خطأ لما يقتصر على جانب واحد او يعتمد على مقدمة واحدة او مقدماته ما تبقاش كافية للوصول للنتيجة وزي ما قلنا كده انت بحثك ناقص ما قلمتش بكل موضوعات وتصرعت في اصدار الحكم دون النظر الى كل العوامل او العناصر اللي من الممكن جدا تكون هي المسؤولة عن الظاهرة دي خلي بالك شفت انت بعيها اسمها ايه بنسميها اخطاء منطقية يعني اقدر اقول ان رجل العلمي هنا هو المسؤول هو الخطأ لانه تصرع في اصدار الحكم ركز وخليك فاكر القيهز ده طيب نشوف العوامل التانية قالي العوامل المفعلية والوجدانية لما اتكلم عن عوامل المفعلية والوجدانية انا ما اتكلم عن قلق عن توطر عن خوف عن حب عن كر كلها عوامل المفعلية عوامل وجدانية فقالوا ان مستوى القلق له تأسير مهم جدا على العمل على الاداء كلما قلقوا 전�اب يعني كلما يزيد اكتر طبعا القلق مطلوب للتفكير القلق ساعت بيبقى دافع يدفع الانسان للتفكير للتخلص من الضغط النفسي للقلق ساعات يكون اذا كان في حدود المعقول خلي بالك يعني انا مثلا طالب بدأت خلاص الامتحانات بدأت تقرب الترمق صير فنوع من القلق ده ممكن يدفعني ان انا نظم وقتي اني ابدأ احدد وعمل جدول لمذاكرتي اني اذاكر اول بول يبقى القلق هنا دافع مستفز ميسر للمذاكرة طيب لكن لو القلق زاد بقى زاد زيادة كبيرة جدا زيادة عن قدرتي على الاحتمال هيعطلك عشان كده لابد من الانسان ان يحافظ على قدر معين من القلق يخلي باستمرار يشتغل يتقدم لكن ما يعطلوش لان القلق لو زاد خلاص الانسان هيختل تفكيره في خلل في التفكير هيعطلك هيبقى في استكانة كمان تغليب المصالح الشخصية والاهواء هيخلي التفكير العلم التفكير مختل فيه اوقات كتير جدا ويعني مش عايزين نقول يعني هنضرب مثال بس هنقول بس الاول كده فيه اوقات كتير جدا العلماء يغلب مصلحته الشخصية والذاتية على البحث العلمي فيقع في خطأ التفكير فيختل تفكيره وتعاني البشرية خاصة لان العلم سلاح اذا فقد فكرة الحياز والنزاهة راح عكس طبعا النزاهة وعدم الانحياز هو طبعا انك تغلب مصالحك الشخصية اذا غلبت مصالحك الشخصية وانحزت هيختل تفكيرك على سبيل المثال في بعض الفيروسات مش هنقول اسماء يعني او بعض الامراض ثبت في الاخر انها تم تخليقها معملية بعض الشركات تقوم بانها تخلق فيروس معين والفيروس ممكن ينتشر في بعض الاوقات يعني وبعد كده تجني من وراء ده انها هيه اللي بتقدم العلاج فتجني من وراء انت هنا بحثك العلم ده بحث مختل بحثك ان الغرض منه انك تنشر مثلا فيروس وبعد كده تبيع الدواء بتاعك فلا ده خطأ في بعض الاحيان قد يحدث ده واظن حتى السينما قدمت كتير من الافلام السينما الغربية نفسها قدمت كتير من الامثال من على ده امثالة كتير جدا وافلام كتير جدا شفناها قد ايه في بعض العلماء كانوا يستخدموا البحث العلمي لتخليق فيروس ثم بعد كده يقدم العلاج فيجني مال ويحقق مصالحه الذاتية وشهريته الى اخر لكن ده مش بحث علمي ده بحث علمي تحكمه المصلحة تحكمه الذاتية بحث علمي اختل لان انا تقريبا انا قلت الكلام ده في حلقة سابقة البحث العلمي او العلمي بلا اخلاق خطر لابد من التلازم ما بين العلم والاخلاق واحنا قلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم عن صفات رجل العلم واخلاقية لابد انهم يعني يكون فيه تلازم ما بين الاثنين علم واخلاق لان الاثنين لان اذا قلنا علم بلا اخلاق ده مضر جدا البشرية العلم اذا لما ينضبط بالاخلاق قدر البشرية طيب دي كانت العامة الانفعالية والوجدانية اتكلمنا عن سمات شخصية العالم اتكلمنا عن مستوى القلق اتكلمنا إذا انحاز وغلب مصالحه الذاتية مصالحه وأهوائه اختلى التفكير العلمي من معوقات التفكير العلمي كمان انتقاء المعلومات والاستنتجات سعب بعض العلماء يقع في الخطأ ده إيه الخطأ ده؟ إنه ينطقي بالعمل المصالحي كده ينقق يعني يختار يعني بعض المعلومات اللي تتناسب مع الفكرة اللي في زهنه مع الاتجاه اللي في عقله أقوله هنا انت وقت في الخطأ ده خطأ من أخطاء التفكير لانت دايما بتنق من المعلومات والبيانات اللي بيقيد وجهة نظرك واللي ما بقيتش وجهة نظري يستبعده بس طب وقف انت ممكن جدا اللي انت استبعدته وما بيقيتش وجهة نظرك يكون هو الصواب يكون هو الصحيح يكون هو المطلوب يبقى إينا خطر جدا إننا أدخل البحث العلمي ونناوي أنطقي بيانات معلومات تؤيد وجهة نظري وأي حاجة ده رأيي هستبعده ده خطر جد خطر لا لابد نكون عندي منهج في الاختيار أسلوب علمي في انطقاء المعلومة مش مسألة هوى مش مسألة مصالح مش مسألة وجهة نظر بنتصر إليها طيب نشوف بقى المعوق معنا الأخير اللي هو تقبل البيانات والمعلومات دون نقل خلي بالك بقى ده تقريبا عكس انطقاء المعلومات اللي قبلها هنا انت تتقبل البيانات والمعلومات دون نقل ده هيؤثر على مدى المام العالم بالجوانب المختلفة يعني ليه أنا قلت بقى هو عكس اللي قبله أنا هنا أنا بتقبل أي بيانات بالجيلي أي بيانات بقبلها لا ده خطأ ده خطأ لاني لابد نكون عندي منهج في الانطقاء انت ممكن تاخد كل البيانات اللي بتعرض عليك كل المعلومات اللي بتعرض عليك لكن ده مش صحيح ده خطأ لانه لابد نكون عندك منهج نقدي في القبول ده يناسبني هاخده ده مش يناسبني مش هاخده المعلومات والبيانات دي تمت للبحث العلم بتاعي بصلاة هاخدها المعلومات دي مهمة جدا لبحث العلم هاخدها ما تمتش ليه لا مع السلامة خلاص أنا أتجنبها طيب يبقى أنا كده لابد اني أميز من حكتين اني ما أنطقيش معلومات لانها بتأيد وجهة نظري بس ده خطأ واني برضو مقبلش بيانات ومعلومات كده عمال على البطال زي ما بيقول بالعمل المصري لازم معلوماتي انتقاء للمعلوماتي تقبلي للمعلوماتي يكون مبني على فكر ناقدي فكرة نقدية تفكير ناقد يعني عندي منهج بيقول لي ايه بل ده ما تقبلش ده ومهم جدا ده وإحنا قلنا قبل كده ان الروح النقدية من صفات رجل العلم طيب كده احنا خلصنا معوقات التفكير العلمي وكان آخر جملة قلناها مع بعض اني لابد ان يكون عندك تفكير ناقد في قبولك ورفضك للمعلومات والبيانات شفت قد ايه التفكير ناقد مهم جدا لرجل العلم في قبوله وتقبله للبيانات طب انا كراجل عادي في الحياة اليومية هل لابد من ان انا يكون عندي تفكير ناقد ايه طبعا وانا من اهم الموضوعات اللي لازم ان الطالب يستوعبها ونتأكد تماما انه استوعبها جدا هو فكرة التفكير الناقد في ظل يعني عصر حديث احنا موجودين فيه فيه الانسان مننا النهاردة بيتعرض لمواقع تواصل اجتماعي رهيبة جدا لصورة معلوماتية بتخليه قدام كم مهائل ورهيب من المعلومات اوقات كتير يسمع اخبار ويسمع افكار ويشوف مقترحات ويبقى واقف قصادها مش عارف يقبل ولا ما يقبلش يصدق ولا ما يصدقش اذا كان بيمتلك سلاح التفكير الناقد هيخرج من الموقف الحائر ده نشوف مع بعض تعريف التفكير الناقد ونقرأه واحدة واحدة وبعد كده هنحلله كلمة كلمة يقول ايه بقى هو القدر على التعرف على الافتراضات ادي اول واحدة واستخلاص النتائج ادي اتنين وتفسير البيانات تلاتة وتقويم الحجج المتعلقة بالقضايا والمشكلات بطريقة سليمة انا دي العنوان ده ببساطة كل كلمة فيه هي عبارة عن مهارة من مهارات التفكير الناقد شوف كده ادي مهارات التفكير الناقد اول مهارة في المنتصف كده والاهم التعرف على الافتراضات ثم التفسير ثم الاستنتاج ثم الاستدلال تقويم الحجج ده في النهاية نشوف مهارة مهارة مع بعض ونتطلع عليها التعرف على الافتراضات الافتراض ده عبارة عن ايه الافتراض دايما قضية مسلم بها قضية اسلم بيها اسلم بيها كده من غير برهان من غير دليل يعني اقبلها كده اقبلها طيب ماشي وبعدين عشان استدلي بيها على غيرها على سبيل المثال يقولك ايه انا شهر خمسة اللي جاي ان شاء الله او شهر ستة اللي جاي هتخرج من الجامعة وحشتغل وحقدر اجيب دي مجموعة من الافتراضات هذه القضية ده بكل ده ليه عشان اقولك ان انا ان شاء الله في شهر خمسة هقدر اعمل كذا طب بروحة بس اللي انت قلتو ده افتراض وقبولي للوعد اللي انت تدتوني ده مبني على مجموعة من الافتراضات انت بتوعدني في شهر خمسة شهر ستة اللي جاي ان شاء الله انك تعمل كذا وكذا وكذا بناء على ايه على انك حتدخل لامتحان وحتتخرج وهتعيش لحد شهر ستة وحتنجح وهتلاقي وظيفة لا انا مقدرش اقبل كلامك ده هنا ده افتراض انت بنيت عليه دي مجموعة من الافتراضات بنيت عليها وديتني وعد لا هنا لازم لا اقف الحكم هنا قبولي او رفضي ما يجيبش ان يبنى على مجموعة من الافتراضات اقوله لطلابنا دايما ودايما انا اقول الكلام ده كتير اوعى تبني قبولك او رفضك لرأي او لفكرة على مجرد الافتراض دي افتراضات قد تحدث وقد لا تحدث ما ممكن تحصل ما ممكن تحصلش لكن ساعات في افتراضات بنقول عليها افتراضات علمية موضوع تاني متحقق منها ماشي افتراض في خطوة علمية في بحث علمي ما فيش مشكلة لكن انا بابن لابد الافتراضات دي اكون مستوسق منها جدا دي المهارة الاولى يبقى انا وانا بحكم على اي شيء لازم اعرف ايه الافتراضات اللي بني عليها الحكم واتأكد من مدى صحيته انا في تفكير ناقد بقى انا في تفكير ناقد رأتي انا الحكم ده مبنى على مجموع من الافتراضات لازم اتعرف عليها واعرف واتأكد من صحيته ومن منطقيته ومدى قبولها لازم اتأكد من ده قبل ما اقبل الحكم او اقبل القرار أو أقبل أن أتصرف في تصرف معين في النهاية المهارة اللي معنا كمان مهارة الاستنتاج إيه مهارة الاستنتاج؟ قال القدرة على أنك تستخلص النتيجة من معلومات أو من وقائع وفترض صدقها أنا قدامي مجموعة من الوقائع وافتراضات موجودة أقصد يهو موجودة خلاص أنا من خلالها باستنتج باستنتج إيه النتيجة؟ من خلال ما توفر الله من واقع واحد اتنين ثلاثة لأنه حصل كذا وكذا وكذا أقدر استنتج هنا طيب يحصل كتير جدا سواء في التفكير العلمي أو في حياتنا اليومي أو حتى في البيع والشرح أنا سبق واشتريت ده قبل كده من عروض وهكذا وهكذا فلقيتنا في سلعة لا طيب استنتجت استنتجت بعد كده إن لابد مثلا وإنا بشتري سلعة إن نبص التاريخ إنتاجها إن أتأكد من كذا يبقى الاستنتاج هو عبارة عن وقائع موجودة قدام حضرتك من خلالها تبدأ تخرج بنتيجة تخرج باستنتاج بس خلي بالك الوقائع دي يا إما أنها تكون صادقة إما أنت افترضت صدقها طيب نيجي بعد كده لمهارة التفسير ونقف بقى كثير من طلابنا يطلغبطوا يقولك أنا بقى أطلغبط إيه فرق بين التفسير والاستنتاج لا الفرق بسيط جدا الاستنتاج إنت عندك معلومات موجودة قصادك فبتخرج منها بنتيجة إنت بتخرج بنتيجة إنت اللي بتقوم بعملت الاستخراج النتيجة ده فيين في الاستنتاج طيب في التفسير أنا قدامي ظاهرة أصادي موجودة بردها لأسبابها بعرف أسبابها بربط دايما النتيجة للأصادي أسباب حدوثها يعني إذن أنت في الاستنتاج بتواجه مقدمات تستخرج منها أنت نتيجة لكنك في التفسير بتواجه نتيجة عايز تعرف إيه سبابها تناقلها عشان تركز مع طلابنا في الاستنتاج أنا بواجه مقدمات بس تنتج منها نتيجة في التفسير في الأغلب أنت بتواجه ظاهرة بتواجه نتيجة المفروض تردها لأسبابها أو مقدماتها أنا شايف ظاهرة أصادي عايز أعرف أسبابها إيه هبوط الأرض دي ظاهرة دي نتيجة أسبابها إيه أعرف أنا طبيب قدامي مرض معين بيعاني منه المرض الأصادي أنا شغلانتي أن أرجع المرض الأصادي ده لأسبابه إيه سببه ده أنا هناك في التفسير لكن في الاستنتاج زي ما قلت لك أنت في مواجهة مقدمات زي مسألة ريادية ساعات كتير جدا في الرياضة وطلابنا عارفين ده أديك معطيات وأطلب منك أنك تستنتج لي مثلا نتيجة معينة البرهان مطلوب النتيجة المطلوب أنك تستنتجها وتستخلصها من المعطيات اللي أنا أديتهلك في مسألة الرياضة ده سمستنتاج لكن التفسير أنت في مواجهة مقدمة في مواجهة نتيجة في التفسير أنت في مواجهة نتيجة ردها لأسبابها إيه اللي سبب حدوثها ده الفرق المهم جدا عندي بقى مهارة مهمة جدا يعني اسمها مهارة الاستدلال والاستدلال أنواع بس قبل ما نقول أنواعه لازم نعرف هو إيه بالزبط طب بساطة جدا الاستدلال ده عملية بتتم داخل العقل الإنساني عقل حضرتك هو اللي بيقوم هنا خلي بالك ده عملية تتم داخل العقل الإنساني عقل حضرتك ينتقل من المعلوم للمجهول من معلومات إلى نتائج طبعا مش هجدب عليك وهقولك أن الاستنتاج جزء من الاستدلال آه أنت ما هبردك الاستنتاج عبارة عن إيه ما أنت عندك بردك معلومات وحتخرج منها بنتيجة بس الاستدلال عملية عقلية عام شوية عامة جدا طب نشوفها حيبان ده فين حيبان لما تشوف أنواح لما قولك أن الاستدلال أصلا عبارة عن نوعين نوع بيسموه استنباط ونوع بنسميه الاستقراء الاستنباط دايما عملية عقلية عقلك بينتقل فيه من حق معام من قاعدة عامة لحالات كتير تحتها طيب والاستقراء ينتقل من حالات خاصة إلى حق معام يجمحها كلها خلي بالك عقلك هنا في الاستنباط والاستقراء بيقوم بعمليتين عكس بعض طب نضرب مثال عشان طلبنا يقرب لهم المسألة تعال في الاستنباط قالك أنت عندك حق معام حق معام جدا ده حق معام ينتبك على ناس كتير جدا لما قول كل إنسان فان خلي بالك أنا ما قول كل إنسان حيموت طب محو سكرات إنسان يبقى أنا تكتك اللي هتوصلها هتقول لي عقلك هاستنبط إيه إذن سكرات فان أنا انتقلت من حق معام اسمه كل البشر حيموته وقلت إن سكرات ده إنسان هو كمان يبقى بالتالي هيبقى سكرات حيموت يبقى أنا انتقلت من حق معام ينتبك على كل البناء أدمين لحكم ينتبك على حالة وحدة خاصة وحدة وهو سكرات حيموت شفت هنا أنت عملت إيه أنا انتقلت من حالة عامة مقدمتك الأولى اللي بدأت منها بتقول لي كل إنسان فان دي قاعد عامة هي سكرات إنسان أنت بتتكلم عن سكرات جيت في النتيجة قلت لي أنا بقى كده استدل من المقدمتين دول على إن سكرات حيموت آه طبح انتقل عقلك هنا من حالة عامة لحالة خاصة طب في الاستقراء هنعمل العكس واسمح لي نستخدم نفس المثال بس نعكسه بقى وركز معانا عشان نبتوشي مين مني لما أقول سكرات فان أرستو فان أفلاطون فان فان عصام فان إيه ثلاث أربع حالات وبعده قلت لك إيه إذن كل إنسان فان شفت أنت عملت إيه بدأت من حالة اثنين ثلاث حالات أربع حالات انت شفتهم بعينك سكرات فان أرستو فان أفلاطون فان وعصام فان إذن كل الإنسان كل إنسان فان انتهيت تحت بنتيجة عامة وانطبق على كل الناس يبقى عقلك طبق الحالات اللي انت شفتها الخاصة دي على كل الحالات المماثلة وعقلك في الاستنباط طبق لما لقاك انت بتطبق على كل الحالات استنتج أنه طالما كل الناس يبقى أكيد سكرات كمان حيموت يبقى في الاستنباط انتقلت من حكم عام لحالة خاصة في الاستقراء انتقلت من حالات خاصة لحكم عام نشوف آخر مهارة من مهارات التفكير الناقد ولازم تبقى فاهم ومصحصح كواس جدا تقويم الحجد القدرة على إدراك الجوانب المهمة بالقضية والحكم على الأراء المتعلقة بها وتمييز جوانب القوة والضعف عشان في الآخر أقبل أورفض تعال اضرب مثال من عندي واسمع معايا المثال دخلت للصيدلية فجأة مثلا ممكن ده بيحصل لنا كتير جدا فبتدي مثلا رشدة بتاعة وصفة الطبيب للصيدلية فبتقول له ديني العلاج ده الصيدلية ممكن جدا نقولك العلاج ده مش موجود بس في البديل الماصر اللي موجود قصاد وخلي بالك يا فندب البديل مثلا بتاعنا ده متوفر طول وقت سعره أرخص في نفس المادة الفعالة بالمناسبة انت خدت بالك الصيدلية عايزة يعمل ايه؟ الصيدلية ببساطة جدا بيقناعك انك تاخد البديل ومديك أسباب خد البديل عشان متوفر طول الوقت رخيص في نفس المادة الفعالة الى آخره اداني انا هنا بقى كشخص بفكر تفكير ناقد اسمع الكلام ده واحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في اللي قاله للصيدلية وفي الآخر بعد ما اعرف ايه قوته ايه ضعفه ايه مسته ايه عيبه حد اقول انا موافق اخد البديل او لا بعد اذنك انا هرجع للدكتور اسأله هل البديل ده ينفع ولا ما ينفعش ممكن كل احد فينا حيقبل او حيرفظ انت هنا قومت الحجج حددت في كلام الصيدلية ايه القوة والضعف الصحيح والخطأ وبناءا عليه انتهى حكمك انتهى انك تقبل او ما تقبلش انا عايز اقولك ان حياتنا اليومية كلها كده طول النهار احنا طول النهار في كل مكان الناس بتطلب مننا يا اما نفعل فعل معين يا اما لا نفعل فعل معين يا اما نتصدق فكرة معينة يا اما نكذب فكرة معينة يا اما نؤيد فكرة طول الوقت الناس بتان معنا كده انت طول الوقت الانسان كده وكل واحد بيحاول اقناعك بفعل او بفعل فعل معين او عدم فعله بتصديق فكرة او بتكذيف فكرة بتأييد فكرة بمعارضتها ايا كان بيقدم لك مجموعة من الحجج مجموعة من المقدمات انت على حضرتك انك توزن الكلام ده وتقبله بعد ما تقتنع او ترفضه بعد ما تقتنع ده التفكير الناقض ببساطة قدرة على انك تفهم الحجج او المقدمات او الحجج اللي هتوجه لك او اي حد بيدفعك للفعل او عدم الفعل او التزديق او التجذيب لازم توزن كل كلمة بتتقلك وفي الاخر تنتهي اللي هو حكم طيب التفكير الناقض له مكونات اول مكونات التفكير الناقض هو القاعدة المعرفية لازم يكون عندك معلومات عن الموضوع ده اللي انت بتتكلم عنه عندك بعد كده احداث خارجية تحركك وتدفعك بساعات يكون يكسب بساعات موقف غامض ولازم يكون عندك نظرية شخصية وجهة نظر تميزك وساعات يكون عندك شعور بالتناقض قدام موقف معين فيبقى الخطوة اللي بعدها هو انك تفكر تفكير الناقض عشان تبدأ تحل هذا التناقض لليه نهاية التفكير الناقض القاعدة المعرفية الميعرفه الفرد ويمكنه من معرفة الاتصاق او عدم الاتصاق في البرهن اللي انا اعرفه انا بتكلم عن التدخين مثلا ليه موقف نقدي منه فمش واحدة واحدة انا عندي قاعدة معرفية ايه انا عارف ان التدخين ده مكاوم من ايه والمواد بتاعته شكلها ايه انا قاعدة معرفية معلومات عنه كتير جدا طيب دي القاعدة معرفية ودي اللي هتخليني في بعض الاحيان احس بالاتصاق او عدم الاتصاق يعني عارف انه فيه مواد قاتلة فيه مواد بتموت عندي قاعدة معرفية انه فيه بعض اراء الدنيا بتحرموا الى اخير طيب احدى ده قال الاحداث الخارجية المسيرات اللي بتستسير الاحداث او الاتصاق ساعات يا اخي رغم انك ده مدر لكن تلاقي ناس فهمة ومتعلمة وفهمة وعرفة ومع ذلك بتدخل ده حدث خارجي قد يصير فيه التناقض استاذ او مدرس مثلا بشوف وانا عارف انه بيدرس وعارف ان رجل زو خلقه ممكن اللي بدخل طبيبا ممكن اللي بدخل يعني شخص متدينة اللي ايه بيدخل ده شيء ممكن يعمل لي حالة من حالات الحدث الخارجي وعايز اقولك بقى انك كمان شوية هعمل لك حالة من حالات عدم الاتصاق اللي هو التناقض يعني طيب نكمل بس ونشوف اللي بعدها نشوف المكون اللي جاي قال النظرية الشخصية وجهة نظر حضرتك انت رافض ولا مؤيد يعني تقبل او لا تقبل طب وجهة نظري دي حاجبها منين كده اللي هتجيبها من معارفك من معلوماتك من الاحداث اللي حواليك من خبراتك اللي انت شفتها اذن خلي بالك النظرية الشخصية بتعتمد على القاعدة المعرفية عشان يبقى عندك وجهة نظر يبقى لازم يقول عندك معلومات في عندنا بقى في مجتمعنا او ناس كتير نقبلهم في حياتنا يتكلم في موضوع ما عرفش عنه اي حاجة ويكلمك بيه كأنه خبير لا استنى ده من صح عمرك ما هتتكلم في موضوع وتتقن الكلام فيه وتاخد فيه موقف اللي ما يكون عندك معلومة خلاص يبقى وجهة النظر معتمدة على يعني القاعدة المعرفية طب الشعور بالتناقض وده مكون من مكونات التفكير الناقض قال لي هو الدافع ساعات تشوف شيء متناقض كده في يعني يدفعك لانك تفكر انك تبدأ تتعيد تفكيرك انك تتبع خطوات التفكير الناقض وانت ساعات تجي تقول لي واحد مثلا تزا بتدخل مثلا مدرس فيقدم لك كلك ما هو فيه وكذا وكذا ويقدم لك شوية حاجات معلومات عكس اللي انت تعرفه عكس وجهة نظر عكس البيانات يقول لك لا مش مدر يا خدمو فيه مثلا يعني فيه اوقات كتير جدا يقول لك نما انا بشرب سجارة هو اخر ما حصلش اي شيء وانا سليمة هو انت بتقوله بيموت وبيمرد وانا ولا مريض ولا موت منها موجودة هو فبعض الاوقات تلاقي ناس كده طبعا الموقف ده حيدفعك لانك تبدأ تفكر تفكير الناقض وانك تبدأ تاخد خطوات التفكير الناقض انها نعرض لها دلوقتي حالة ان شاء الله طب اخر خطوة ايه هي قال لي حل التناقض انك تحقق نوع من الاتصاق باتباع خطوات التفكير الناقض اعمل اتصاق ازاي هذا اعمل اتصاق ما بيني اللي قالهولي ده والمعلومات اللي انا عرفها اه طبعا هو يقول انه شايف نفسه سليم مش معناه انه خلي من المرض ما ممكن جدا يكون هو مريض فعلا بس هو ما عرفش طب تعالوا نشوف مع بعض وانطبق حلت حلت صاحبنا ده على خطوات التفكير الناقض خطوات التفكير الناقض اول خطوة هو انك تجمع المعلومات حوالي مشكلته ثم تحلل وتنقض القراء دي عشان تحدد صحاته ثم تبرهن على صحة الحكم اللي انت انتهت ليه انا مقتنع ان التدخين ده مدر وعندي برهن واحد واثمين وثلاثة واربعة في اوقات كتير الحكم اللي انت انتهت له الليه قد يتطلب مزيد من جمع المعلومات انك معلومات مش عنه هو بس عن اشخاص تانين طيب ان شاء الله طبعا احنا النهاردة في حلقتنا خدنا التفكير الناقض اتعرفنا عليه وقلنا قدي ايه هو مهم جدا لحضرتك مهم الرجل العلم مهم جدا للانسان العادي في حياته اليومية مفيش انسان عاقل النهاردة في زل مجتمعاتنا في زل صورة المعلومات يقدر يستغنى عن التفكير الناقض ومهاراته في التعامل في كل ما يعرض عليه من اراء وافكار ويعني بنقول النهاردة مشاهدات كتير جدا ومعلومات كتير جدا خلصت حلقتنا بسرعة على وعد بالحلقة جديدة ان شاء الله نستكمل بيها باقي اجزاء منهجنا بالشرح والتحليل والتفسير ان شاء الله وإلى ان نلقاكم في حلقة اخرى ان شاء الله نستكمل بيها باقي اجزاء المنهج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته